يمكن احنا كلمنا على موضوع رحيل مستر بيتسو موسيماني النهاردة وعايز اسمع رأيك فيه طبعا بس الراجل حقيقة انه يمكن تطلع بيان على السوشال ميديا فعايز اقرأه على حضرتك وعلى جماهين النادي الاهلي بيتسو موسيماني الحقيقة يمكن زي ما قلتلكم اصدر بيان رسمي بيعلن خلاله رحيله عن فريق القلع الحمراء بعد فترة مليئة بالانجازات والبطولات الموسيماني في البيان اللي اصدره السلام عليكم كما تعلمون لقد عقد اجتماعات بين او عقدة اجتماعات بيني وبين مجلس الادارة بقيادة رئيس النادي السيد محمود الخطيب وسيد ياسين منصور وعضاء مجلس الادارة وعضاء لجنة التخطيط خلال الايام القليلة الماضية وقد توصلنا الى اتفاق متبادل قررنا في المضي كل في طريقه واضاف ولذلك يؤسفني ان اعلن انني وتقامي الفني المكون من كابيلو رانجواجا وموسى ماتلابا وكايل سوليمان سنرحل عن النادي الاهل تابع المدرب ان هذه الرحلة التي ستظل دائما في قليبنا قد بدأناها سويا في اكتوبر 2020 فحفاوة الاستقبال والمحبة جعلتنا نشعر اننا في بيتنا بالفعل ورغم شعورنا بالضغط عند انضمامنا الى النادي القارن الا اننا ادركنا اننا لم نأتي الى القاهرة الا لهدف وغاية وكان هذا الهدف هو تحقيق الانجاز وارضف كانت مهمتنا الاولى هي اكمال مسيلة الحصول على لقب دوري الابطال وفي ضيق الوقت والضغوط الملقاة على كهلنا نجحنا مع بقية الفريق في تحقيق الانجاز وحصد اللقب الاغلى من قلب الساد القاهرة وانجازنا المهم واضاف موسيماني ثم اعدت الينا مهمة الرجوع بكأس مصر الى خزان النادي وفضل فريقنا القوي انجازنا مهمتنا على اكمل وجه واستمرت الرحلة وشاهدنا صعود على منص التتويج العالمية في كأس عامل اندية الى اخر واستمر الموديل الفني السابق في حديثه قائلا نستبد قواتنا دائما من الهتفات والاغاني الحمسية التي استقبلتنا بها جمهيل القرع الحمراء في الدوحة واحصدنا الميدالية البرونزية على مصر التتويج العالمية وكالعادة انجازنا المهمة ثم اختتمنا موسم 2020 بلقب كأس السوبر الافريقي ولمرة اخرى انجزنا مهمتنا على اكمل وجه الرجل الحقيقة يمكن اكمل بقيت قصته ومشواره الناجح جدا في تخضيري انها واحدة مسيرة من انجح المسيرات لمدير فني اجنبي في مصر بشكل عام مع فريق مصري ومع النادي الاهلي الحقيقة بتعد التجربة مميزة جدا وفي النهاية قال لموسيماني لقد واجهت رحلاتنا تعثرا حين فقدنا لقب الدورة وكأس السوبر المصري في سبتمبر 2021 لكننا نهضنا من عثراتنا بفضل دعم جماهرنا ثم كان كأس السوبر 2021 في اتظارنا واختنمنا البطولة من جديد وكالعادة انجازنا المهمة ثم بدأنا العام الجديد بمورات الدوري ومواجهات دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا كانت امامنا مهمة اخرى وهي تحسين مركزنا في كاس العالم الاندية في عددنا العدة وانطلقنا الى ابو ظبي لتمثيل قارتنا وطبعا حضراتكم معرفين السيناريو وتبينت صعوبة الفترة المتبقية من بطولة ابطال دوري الابطال رغم مواجهنا من كدمات وجروح طوال الرحلة اننا قطعنا طريقنا للنهائيات رغم اغفقنا في الوفاء بما كلفنا به إلا ان مشجعين جعلونا نشعر بأننا الابطال كنا محبطين لكنهم رفعوا معنوياتنا واستطعنا انجاز المهمة يمكن كل ده كلامه عن مسيرة مشواره مع النادي الاهلي قال في نهاية احب اتوجه بالشكر الى مجلس الادارة والادارة واللعبين على ثقاتكم في موهبتي ومعاونتي في تحقيق حلمي وبدونكم لم اكن لا احقق اي من تلك الانجازات ووجه رسالتي الى القلعة الحمراء الى 70 مليون مشجع ممن دعموني طوال هذه الرحلة لقد كنتم مصدر الهامي ولم اشعر ابدا بكل هذا الحب والتقدير بعيدا عن وطني من قبل وان شغافكم بكرة القادم هو شيء سيظل في ذاكرتي اينما ذهبت وسيظل مصدرا لالهامي شكرا لكم انني اشعر بالاسع حقا وامل ان يتجدد لقاؤنا وشملنا من جديد ان شاء الله والحمد لله تعالى وشكرا جزيلا لكم ده بيان مستر بيتسو موسماني بعد انتهاء علاقته طبعا رسميا بالنادي الاهلي اشتركوا في القناة